طيب بعيدة بقى عن كرة القدم حضرات تعالوا نتكلم بشكل عام عن الرياضة المصرية والحقيقة كلمة حقيقة لازم تتقال في الفترة الأخيرة الرياضة المصرية بتسير بخطة ثابتة نحو الرياضة القرية وحتى العالمية ده ما بيجيش من فره بيجي بفضل التخطيط العلمي وأكيد دعم القيادة السياسية الحقيقة احنا تقريبا نكاد نكون كل يوم التاني منتكلم مع حضراتكم عن تصدرنا لتصنيف دولي ما أو حصد ألقاب ما في بطرات قرية أو عالمية ما طب يعني لو سردنا معكم بعض الإنجازات حنلاقي أن فيه سيطرة شبه كاملة للكاراتين المصري على التصنيف العالمي أدي أولا ثانيا سيطرة مصرية معتادة على المراكز الأولى للتصنيف العالمي للسكواش كمان فوز الاتحاد المصري للسلاح بجائزة أفضل إنجاز إفريقي المقدمة من اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية ده طبعا بعد ترشيح الاتحاد الإفريقي لللعبة لمصر كأفضل إنجاز أو كصاحبة أفضل إنجاز إفريقي لعام 2023 دعا على صعيد الكيانات طبعا على مستوى اللاعبين فازت الأسطورة فاطمة عمر بجائزة أفضل رياضية باراليمبية في جائزة فاطمة بنت مبارك للرياضة كمان شيماء سامي أحرزت الميدالية البرونزية لبطولة اليابان الدولية لإريشة الطيرة الباراليمبية في منافسات الزوجة المختلط والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وطبعا غيرهم كثير وتاني نرجع ونقول هذا الأمر يندل على شيء فإنما يدل على التخطيط العلمي الجيد والإعداد السليم